اشتركوا في القناة وتتماشى مع روح العصر وهو الأمر الذي يحظى بكل تقدير من المواطنين والذين يعربون عن اعتزازهم بما تقدمه شرطة البحرين في عديد من المواقع وأولها نشر الأمان وتعزيز الاستقرار نعمة الأمن والأمان هي نعمة لا يقدرها إلا من فقدها لذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى دائما على نعمة الأمن لأنه هي أساس أي مجتمع لنموه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا الأمن هو الركيز الأساسي الحمد لله الكل في آمن وأمان بفضل الله ثم جهود العيون الساهرة أنا أعيش في مملكة البحرين منذ تسع سنوات وأود في يوم الشرطة أن أتقدم بجزيل الشكر لرجال الأمن الذين يعملون بلا كلل ولمست فيهم سرعة الاستجابة عندما استدعيتهم وأحسست بترحيبهم ومساعدتهم لنا في كل مرة نحتاجهم فيها وهو ما جعلنا نشعر بالراحة ويقومون بحل غضيانا ومشاكلنا بوجوه مبتسمة رغم كل الظروف الجوية كالرطوبة والمطر دون أن نشعر بأننا غرباء الأمن والأمان جدا ضرورية خصوصا إحنا المهتمين في مجال السوشال ميديا لنا شيء مرتبط إحنا دائما عندنا مؤتمرات ومعارض ودائما نستقطب خبراء من دول أوروبية أمريكية فأهم شيء عندهم هو الأمن والأمان تعتبر البحرين بلدا جميلا جدا أنا أعيش هنا منذ 12 عاما تقريبا وأشعر براحة كبيرة وأمانة خصوصا مع دعم الشرطة وإن واجهت مشكلة على الطريق في إطارات السيارة أو في الوقود فإنهم يقومون بمساعدتك ففي إحدى المرات قاموا بأخذي إلى محطة البنزين وإرجاعي وقد كان الأمر مريحا ووديا من جانبهم وذلك يساعدك على الشعور بالأمن والأمان يجسد الاحتفال بيوم شرطة البحرين مناسبة جيدة لاستعراض مسيرة العطاء والإنجاز الممتدة على مدار العام وصولا إلى غد المشرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر